مهندس وسامة زاكي حراك مدير مزارع انتاج الاسبارولينا في منطقة الخططبة 32 حوض احنا ببرنامج الجدعان رحنا في ايام افتتاحها تمام؟ فهي غالية علينا جدا لانها من اوائل مزارع الاسبارولينا في مصر طمنا عليها طبعا حضراتكم شرفتونا المرة فاتت ونتمنى تكرار الزيارة تاني احنا الحمد لله رب عمين المشروع مستمر معانا بيقدي نتايج الحمد لله افضل من اللي كان متوقع احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي ان احنا رفعنا معدل الانتاجية عن اللي كنا بنتكلم عنه وقتها الحمد لله رب عمين احنا يعني وصلنا المعدل تقريبا زودنا 20-30% عن المعدل العالمي حتى لانتاج المتر المكعب اللي هو كان بقى المتر المكعب من الاسبارولينا كان بينتج من 700-720 جرام شهريا احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي لكيلو واحيانا بيزيد يعني في الصيف بيزيد كمان عن الكيلو باش موانس خلنا اسألك سؤال اواجيب بالي يعني طبعا انت حرك دائر الزراع زراعة الكهرة يعني كلية الاسادزة يعني المشاهد الاسبارولينا دي امش حاجة جديدة علينا في مصر كان سهل لك تتعلمها وتتقنها وتعرف خبراتها هي السهولة فيها ان هي اي حد ممكن يربيها لكن فيها صعوبة في التحديات اللي بتقابلها كامراض تحديات في الجو بالنسبة لنا احنا هنا في مصر عندنا التراب في الهواء على طول الملوسات اللي في الجو الحشرات اللي في الجو كل دي تحديات بتقابل اي حد مربي للاسبارولينا مجرد ما بيعرف يتحدى الحاجات دي ويعرف يوجد لها حلول يعرف يتعامل معها خلاص بعد كده بيبقى العائق الاساسي قدامه هو التسويق وده اللي احنا كشركة بنحققه دلوقتي وبنقدمه للعميل بتاعنا